الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون هذه الكلمة بعنوان العلمانية واثمارها الخبيثة ونبدأ بتعريف العلمانية العلمانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا فقط وأيضا تهدف العلمانية إلى عزل الدين من التأثير في الدنيا في جميع النواحي السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وحتى المجالات التعليمية والمصدر بتاع العلمانية القوانين الوضعية لذلك تمتاز بأنها قاصرة عن إدارة الأزمات في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ودأ المشاهدة اليوم عندنا في السودان والعلمانية بتعكس صورة سيئة للناس تجاه الإسلام بإنه الإسلام ما بيصلح لإنسان القرن الواحد وعشرين وإن الإسلام بعارض المصالح بتحت الناس وإن الإسلام بيقمع الحريات وده كلام باطل الإسلام صالح لكل القرون والإسلام ما بعارض ولا مصلحة واحدة من مصالح الناس والإسلام بنظم الحريات عشان أنت حريتك ما تتعدى على حريات الآخرين فالإسلام حق كله خير كله عدل كله والعلمانية باطلة كلها شر كلها ظلم كلها لأنها حكم الهوى وحكم الجاهلية طيب المطالبة بالعلمانية والتمسك بها والاقتناع بها وبتطبيقة ده عنده ثمار سيئة جدا وخبيثة منها إن العلمانية بيطلع الناس من نور التوحيد والهدى إلى ظلمات الشرك والضلال لشنو؟ لأنها تقيم الحياة على حرية العقيدة تعتقد ما تشاء في من تشاء كيف ما تشاء تعبد القبر تعبد الشجر تعبد القمر تكون لا ديني تبقى وثني تبقى ملحد تبقى بتعبد الشيوخ زي الصوفية صوفية الليلة اليوم بيعبد الشيوخ من دون الله سبحانه وتعالى ودأى المشاهدة اليوم في الموالد بتاعتهم ينادوهم من دون الله ويستغيثوا بيهم ويتوكلوا عليهم ويمشوا يطوفوا بالقباب والأضرحة بتاعتهم فالعلمانية بيطلع الناس من نور التوحيد إلى ظلمات الشرك والضلال وأيضاً من ثمار العلمانية الخبيثة إنه وده مشاهدة اليوم عندنا في السودان انتشار الجوع والفقر وغلاء الأسعار وده المشاهدة اليوم عندنا في السودان لأن العلمانيين لما مسكوا البلد ده قالوا الحل في العلمانية ما في الإسلام وقالوا الحل في الكلمة بتاعتهم الشيناة بيقولوا هذه والحل في الإسلام الرزق دعنا ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في صورة الزاريات ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وربنا سبحانه وتعالى قال في صورة الحجر ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم نحن بنقول للعلمانيين الرزق دعنا دالله ما عند الدول الكافرة الدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية وهم بعرفوا إنه نحن بنكصد منو بالكلام العزة والتمكين والنصرة في دين الإسلام فدي ثمار سيئة من ثمار العلمانية إنهم بخالفوا الإسلام صراحة وجملة وتفصيل وأيضا من ثمار العلمانية الخبيثة نشر الإباحية والرزيلة والفاحشة بين المسلمين لأنهم هم أصلا مكتفين فيها ودير ربنا بشر بالعذاب ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأدي كلمة مختصرة بعنوان العلمانية وثمارها الخبيثة هذا وصل الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد